فرقهم على الأسئلة في هذا الموضوع الذي يتعلق بالاستعدادات للحج أولاً وكما تعلمون أجرت الوزارة قرعة الحج لآخر مرة عام 2019 وتأجلت انظيم الحج عامين بسبب وباك كورونا وكانت الوزارة قد تعهدت بالاحتفاظ للناس بنتيجة القرعة ثانياً قرارات سلطات المكلفة بالحج في الملكة العربية السعودية تنظيم الحج هذا العام وجعل إعلان هذا القرار يوم 18 أبريل يعني هذه شهر ثالثاً دعات الوزارة للجنة الملكية للحج لإخبارها بياد المستجد حيث عدد اجتماعها الأول يوم الخامس 21 أبريل تم من خلاله إطلاع اللجنة على التدابير الصادرة عن السلطات المكلفة بالحج وهي حصر عدد الحجاج 45% من الحصة العادية اللي هي 34 ألف كتولي نتيجة ديالاية 15 ألف عشر ألف في التنظيم الرسمي وخمسة ألف للوكالات حصر المور الشاحن للحج في منطق اللوسينوم عن 65 سنة شرط تلقي التلقيحات ضد فيروس كورونا وفحص قبل السفر رابعاً مساء نفس اليوم سفرت الجنة من الوزارة الاتيار المقدسة حيث عقدت اجتماعات مكتفة مع بعض الجهات السعودية المتدخلة في تنظيم الحج لتدارس مستجدة الموسم وتمكنت من إبرام عقد مبدائية لتأمين السكن وتوفير تغذية الحجاج بكل من المكان المكرمة والمدينة المنورة غير أنها لم تتمكن من اقتلاع على أسعار الخدمات الأساسية والخدمات الإضافية لكونها لم تعتمد بعد من قبل وزارة الحج خامساً في يوم 13 مايال 2020 عقدت الجنة الملكي الحج اجتماعها تاني واطلعت على الإجراءات التي تمت منذ الاجتماع الماضي للتحضير للحجات العام كما تمت تذكير بالتدابر التي اتخذتها السلطات المكلفة بالحج في المملكة العربية السعودية برسم هذه الأدلعام والتحينات التي أدخلتها عليها ومنها اشترات أن تكون السن الشخص الذي يسمح له بالحج أقل من 65 سنة أي أن يكون قد ازداد في شهر يوليوز أو ما بعده من سنة 157 أن يكون قد تلقى جرعاتين فقط تمشي ثلاثة كما قالوا في الأول من تلقيه فيما يبحث بك الترتيبات المتخدات التي باشرتها الوزارة نسيق مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية لحصر لوائح المواطنين المنتقين في قراءة 2019 والمتوفرين على الشروط التي ذكرناها نسيق مع وزارة الداخلية لعملات الأقالي ومنذبيات الشرق الإسلامية لحصر لائحة المرافقين لأشخاص ينفقوا سنهم عن 65 سنة لأزواج والأباء والأبناء ومنح الاختيار لهؤلاء المرافقين بين أداء مناسك الحجة الموسيم أو تأجيل ذلك الموسيم المقبل ليكونوا رفقتهم ثالثاً توجيه من دبيات الشرق الإسلامية بمختلف العاملات والأقاليم إلى تستير برامج مكتفى لتأثير المرشحين للحجر خامساً تحيين لوصلات نوع توعاوية وفق المستجدد لهذا الموسيم ونظراً لديك الوقت فقد أوصت لجنة الملكية الحج في الاجتماعية الثانية بأن تقوم الوزارة بما يليه دون اجتماعين جديد أولاً الإعلان العموم عن مصارف الحج بمجرد التوصل من السلطات السعودية بكلفة الخدمات الرئيسية وخدمات الإضافية ثانياً تحديد مدة الاستخلاص في خمسة أيام على أن تبدأ بعد أسبوع من الإعلان ويعتبر تاريخ 31 ماي 2022 آخر أجل المطلبة باسترجاع مصارف الحج لمن أراد لنسحها ثالثاً تنسيق مع الجهات المختصة ولا سيما ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية العربية السعودية للإسراء بالإجراءة الضرورية لإنجاح الموسيم رابعاً تدخل لدى الإدارات المانية لاختصار مستارة التحويلات المانية لمصارف الحج نظراً لقرب الأجل التي حدثها السلطات السعودية لإبرام العقود وإصدار تأشيرات خامساً العمل على أن ينزل الحجاج المغاربة بمينان داخل المنطقة الشرعية سادساً الاحتفاظ بالحق في الحج لموسم آخر لمن لم يتمكن من الحجاج العام بسبب السن وبسبب التلقيح سابعاً العمل على تقليص مدة الإقامة بالدير المقدسة بحيث لا تتعدى 25 يوماً للحجاج المغادرين من مطار محمد الخميس بالدار بضع للإشارة فإن الوزارة في تواصل دائم ويومي مع الجهات السعودية المختصة بخصوص حزمات الخدمات الأساسية والخدمات الإضافية وأسعارها وبمجرد اعتمادها سيتم الإعلان عن تكلفة الحج وتحديد فترة أدائها وفق ما جاء في توصية الجنة الملكية للحج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة